دلوقتي حالاً وتدريب النادي الأهلي واللي طبعاً بدأ من حوالي 35 دقيقة بدأ الساعة التاسعة والنصف على ملعب مختار التيتش في الجزيرة نادي الأهلي إن شاء الله يستعد للمباراة الصعبة المباراة المهمة كابتن علي ماهر مدير فني محترم مدير فني عنده الإمكانيات اللي موجودة من خلال نادي أمبيو من خلال اللعيبة اللي موجودة تحت قيادته آخر مباراة حققوا فيها الفوز على نادي الاتحاد السكندري وبالتالي عندهم أمل كبير جداً في البقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز لكن التدريبات أكيد يعني هيكون فيها كلام مختلف دايماً الكلام مهم جداً في الأيام الحالية الكلام هو اللي بيخلق الدوافع والأهداف اللي بتخلق الدوافع عند لعيبة نادي الأهلي مباراة صموحة شفنا الروح والإصرار نادي الأهلي المباراة بتبدأ بعد التسعين دقيقة لحد آخر وقت لحد ما الحكم يصفى لحد ما تتأكد إن الخلاص الفريتين خرجوا من الملعب ونفعنا الحكم ميسيك الكورة ونهى المباراة وكل فريق دخل على غرفته تتأكد إن خلاص المباراة انتهت لكن طول ما المباراة شغالة لا تأمن أبداً للنادي الأهلي اللي دايماً معودنا على اللا مستحيل ما فيش مستحيل مع النادي الأهلي النادي الأهلي إحنا بنستمر معه لحد آخر ثانية كلنا شوفنا مباراة صموحة الإصرار والعزيمة واللقطات رائعة أو اللقطة رائعة واللي كانت منتشر على السوشيال ميديا وعلى المواقع الرئيسية بشكل عام وكانت يعني محور الحديث وهي لقطة أحمد فتحي أحمد فتحي لما كان موجود لما خرج من المباراة وشوفنا انفعاله بعد الهدف بيدول فعلاً قد إيه إن لعيبة النادي الأهلي المكسب يا جماعة مش بييجي مش بييجي لوحده أو مش بييجي يعني كده لا بيكون في أسباب والأسباب الأهم اللعيبة اللي موجودة خارج الخطوط أو اللعيبة اللي موجودة على مقاعد المدلاء أو اللعيبة اللي موجودة خارج التشكيلة أصلاً الروح لما تكون واحدة وقلبنا على قلب بعض وكلنا منحب الخير لبعض وكلنا عايزين نكسب وكلنا على قلب رجل واحد والله والله الفوز بيتحقق ودايماً ربنا بيكرم المجموعة ربنا بيكرم الناس اللي قلوبها صفية ربنا بيكرم الناس اللي دايماً بتحب الخير لبعض أي أن كان من اللي لعب أي أن كان من اللي شارك دايما أي حد في الناد الأهلي بيتمنى الخير ليزميله ودايما بيتمنى له التوفيق مش أنا اللي جيبه الجون أي حد يجيب جون بس ناخد الثلاث نقط بس نحقق انتصار نحقق فوز وده اللي احنا شفناه في لقاءات الناد الأهلي الأخير شعار الناد الأهلي دايما هو إنكار الذات أن كل واحد بينكر ذاته لصالح الفريق لصالح طبعا الناد الأهلي عائلة الأهلي كلها كلها مسميات بتدل على إنكار الذات وبتدل فعلا على إن الناد الأهلي نادي كبير نادي عريق نادي فعلا البطولات اللي حققها مش من فراغ الكلام طبعا اللي كان بيقال على الوقت الضايع الكلام اللي حضراتكم عارفينه طبعا إحنا عارفين أن القانون